هذا اللي نقدر نعتمد عليه طب يا زي ما جابتش سلة أهل جوزها خلص ماهو انا بقى مش هندرب الوضع وما نعرفش الزي ما جابتهاش يعني انا عايز عافة لقتها بيوم ايه اكيد بقى ما عاربش اكيد الحامة لما نشوف ان ابنتهاك جوزت من وراء اهلها اه لا دي هتبقى طبعا مش بقصدي اي مراتبنا يا ترميلها كلمتين اما تحتوي بالزيادة عشان بتصعب عليها دي حقيقي بس في جميع الاحوال مش وضع مردي للعائلات مخصوصا في عائلاتنا الشرقية يا سالي وعادة الاغلاب بس اللي كلك عادة شواز فهي من اللي الحمد لله ان هي وعدة في حد كويس لكن العادي واللي بنسمعه واللي هي اكثر نسبة بس هم تلعوا في القاهرة صحيح انا ما عرفش ما قالوا ليش الولاد ما قالوا ليش ما قالتش كثير انا ده اللي بيغزني بقى بابا عايز عارف كل الديتيلز عارف عايز عارف كل التفاصيل حتى لو هارفتصر في القصة عشان اقداري ترسمي صورة للبروفايل بتاعها لان انتي لما تحب يتحللي شخصية بني ادم لازم تعرفي البيئة اللي طالع منها المجتمع اللي حوالي ايه انا اسألك الشعير اللي جاي ده صريح مش اقولك انت رائيكي عشان عارف رائيك يعني مع اني ما سألتولكيش بس هو بين ليه ما يفعاش حد ياخد حد اقلم انه في مستوى الاجتماعي ومستوى المادي اه من غير ما اسألك باينة انا عارفة يعني لأ يعني لأ يعني لأ علشان عايزين القوام الاسرة انا ما بقولش فروق الفروق الجامدة عشان مش عايزين قوام الاسرة يتهد ليه يتهد يعني كنت دايما فيه مسأل كده بقوله كده حتى في الهزار بس عشان الناس تفهم لما تكون الست اهلوية والراجل زمالكاوي دي لذيذة جدا مش في كل الاوقات يعني مش في كل الاوقات بس دلوقتي لما يكون الموضوع بالنسبة لهم فيه عصبية جامدة قوي حاجة دلالتنين الاضعف هيخضع للأقو اللي هو ايه هبطل اشجع الزمالك عشان خاطر الاهلي هبطل اشجع الاهلي عشان خاطر الزمالك انت هتشجعه عشان اغيزك بالعكس مهمش كلهم اسمهم سالي عبدالسلام برد يعني فيه هيا سالي مش كل الناس انا خليك تشجع ومبسوطة من الانتماءاتك عشان اغيزك انا خاسيبك كده بس ابننا يطلع للأحسن او للأقوى هي سالي واحدة هي سالي واحدة مفيش تفهمش ان تعمل كده ينفعش يعني عشان اقوى منه تخليه غير او عشان اقوى منه هيخلين غير ممكن فده او انت عايزة تردي ده او ممكن انها تبقى عايزة تردي او مش عايزة واجع دماغ فتلاقي نفسك ان انت ايه انا بقول ده مثل صغير تلاقي نفسك بتتخلي عن اللي بتحبيه عن اللي انت مقتنعة به لو واحدة بتقبط عشر تلاف جنيه هو بيقبط ثلاث تلاف جنيه دي حاجة تانية ايه؟ طوبة فضة وطوبة دهب كانت نفعت؟ اه ما هي افلام او يد وسود؟ اه ما هي افلام او يد وسود لكن دلوقتي حتى يا ستي خليني اقول لك الطبقة الطبقة اللي هي العادية اللي كتير هي كام اسرة مصرية على حسب التعداد اللي الست فيها هي اللي بتقوم الاسرة وبعدين عمرها كانت مبسوطة دايما تشتكي صح؟ مش حاسة الناس بالزبط كده فيبقى الوضع اللي احنا بنقوله لما بيكون في فروق اقولك في اوروبا ما فيقوش مشكلة اوروبا ما فيقوش مشكلة لان عقلية الراجل الاوروبي غير عقلية الراجل المصري الراجل المصري عايز حاجتين بيخالية تدفع كل حاجة نفسها بنوص الجواز برا حقيقي شركة وفيه كتير أسر هنا في مصر هي برضو مش تحسس الناس اقعد معك في كافيه بنقسم الشاك معقول اقولك لا في اوروبا بيعملوا حاجة تانية يعني انا دي ابتدت الظاهرة دي وابتدوا اكتبوا عنها مقالات سنة 2001 2002 دي كانت عاملة ضجة جامدة اوي في الجزء في اوروبا امريكا وكده كان انت عارفة ظروف الحياة صعبة بيتجوزوا صغيرين لانهما بيسيبوا بيوت اهليهم صغيرين بيتجوزوا صغيرين وبعدين ساعات تتلاقي البنت اشتغلت شغلانة بتقبض عالية على حسب درجة تعليمه الراجل لا وخلفوا هيودوا الولاد دي فين اللي خلفوهم مما فيش ماما وبابا مش زي انا نودي الماما وانا اروح الشغل فبيعملوا ايه او حاجيب ناني اقعد بيه او اودي نورسري فاللي بياخد مرتب اقل هو اللي يقعد في البيت لان انت بتاخد المرتب ارجع لعيك محضر الرضع العيال لبسة ومستحمية مخلصين الهومورد وياك تقولي تعبان ان انا داردش معك في الليل ايه ري هنده لا طبعا لا بيعملوا دي فاكس ينهاري اي وقت حدث بس في مجتمعنا ليه بقى مش في مجتمعنا عشان احنا المنتالتي بتاعتنا لغاية دلوقتي لسه بتحب شكل احنا بنحب شكل الاسرة يبقى فيه راجل البيت في ست البيت بنحبه احنا عايزينه اللهم دمها نعمة لكن لما ايك فدايما انا نصيحتي للازواج ايه بدام حضرتك احتجت ان هي تساعدك تساعدك بمنتهى الحياة تساعدك ان انت تقوم البيت وتصرف على البيت طلبات البيت وتربية الولاد يبقى من حقها ان انت تساعدها في طلبات التنظيف تساعدك ويت زاكر للولاد بادام كل حاجة تقسمت يبقى كل حاجة تتقسم مهما كان بتخسلك الاطباق انت ممكن تيجي تساعدني اللي بيحصل ايه انا راجل يعني اقف على حوت انا راجل يعني ايه اعمل مش عارف ايه انا راجل بادام بقى هناخد سكة انا راجل انا راجل لا تقعد في البيت بقى وتصرف عليها